في البداية طبعا يسعدني ويشرفني أن أنا أرحب بأخي وصديقي العزيز وزميلي القديم سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية والوفد السعودي الشقيق المرافق نرحب بكم سمو الأمير في بلدكم الثاني في مصر دائما نرجو لكم كل اليسر في إقامتكم هنا في بلدكم تأتي زيارة سمو الأمير الكريمة لتؤكد عمق وأهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والمستوى المتميز من التعاون والتنصيق بينهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك سواء كان ذلك على مستوى القمة أو على مستوى الوزاري أو على المستوى دون الوزاري العلاقات متميزة والتنصيق رفيع المستوى وهذا الأمر لا تستدعيه ولا تحتمه ولا تفرده فقط التحديات الخطيرة التي تواجه منطقتنا في المنطقة في المرحلة الراهنة بل تحتمه أيضا حقائق التاريخ ووحدة المصير بين مصر والمملكة ناقشته خلال اجتماع المنفرد مع سمو الأمير وخلال اجتماعنا الموسع موافدي البلدين عدد من الملفات الثنائية وعلى رأسها بالتأكيد مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالتأكيد هناك جهود مبزولة حثيثة ونحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنصيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد رئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وما سيمثله هذا المجلس التنصيقي من مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودفع لأفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية وبطبيعة الحال وهو الأهم المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين تناولنا أيضا خلال لقائنا اليوم أهمية الحفاظ على دورية إنعقاد كافة الآليات التشورية بين البلدين وعلى رأسها ألية المتابعة والتشور السياسي على مستوى وزيري الخارجية وما يتخللها من اجتماعات ربع سنوية لكبار المسؤولين بوزارتي الخارجية باعتبارها منبرا أساسيا لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين كما تناولت مع أخي سمو الأمير فيصل بن فرحان عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم بلدين وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية المحتلة حيث سبق وأن أكدنا منفردين ومجتمعين وعلى مستويات عربية وإقليمية ودولية عديدة الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وأيضا أن يتم هذا بشكل غير مشروط وبما يضمن صفقة متكاملة تضمن إطلاق صراح الرهائن والتبادل للأسرة ونكرر سويا دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوموا على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة زاد السيادة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية لقد أثبتت الأشهر الماضية بما لا يدع مجالا للشك أن تحقيق الأمن لشعوب هذه المنطقة لن يتأتى من خلال إطالة أمد الأزمة واستمرار العدوان وفتح جبهات جديدة للتصعيد كما أنه لم يعد من المقبول أو المعقول أن تظل مصائر دول وشعوب المنطقة ومستقبل أجيالها رهينة للمغامرات وأفكار المتطرفين والمتشددين ودائرة لا تنتهي من العنف والعدوان وقد شددنا خلال الاجتماع اليوم على الدعم الكامل للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وندعو مجددا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحفاظ على استقرار لبنان وسيادته تباحثنا بشكل مفصل وبشكل مطول حول التطورات الأخيرة في السودان بطبيعة الحال باعتبارها دولة عربية شقيقة واتفقنا على أهمية التسوية الشاملة للأزمة هناك بما يوقف معاناة أشقاءنا في السودان ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب السوداني الشقيق وتعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي العزيز كما اتفقنا كذلك على أهمية تفعيل مخرجات منبر كأساس لأي جهود إقليمية أو دولية للتسوية بشأن السودان تحدثنا أيضاً واتفقنا على أهمية دعم الصومالي الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته كدولة عربية شقيقة ورفضنا لأي تدخلات خارجية لا تراعي مصلحة الشعب الصومالي الشقيق أخيراً وليس أخيراً تباحثنا بشكل معمق ومطول أيضاً حول الأوضاع في منطقة البحر الأحمر مصر والمملكة دولتان متشاطئتان على البحر الأحمر وبالتالي ما يحدث في البحر الأحمر يهم بطبيعة الحال المملكة ويهم بطبيعة الحال مصر هذه الأوضاع الحالية والتصعيد الحالي له تبعات جسيمة على أمن المنطقة وأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وأكدنا في هذا السياق أن وقف العدوان على قطاع غزة هو نقطة البداية لوقف التصعيد ومن ثم تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة كما أكدنا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقه لكل المرجعيات المتفق عليها وشددت لسموه على دعم مصر الكامل لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة في هذا الشأن أخيراً وليس أخيراً أرحب مجدداً بسموه الأمير وأتمنى له التوفيق وأشكره على حرصه وعلى استمرار التشاور بيننا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وأشكره مرة أخرى على حسن استقباله لي خلال زيارتي إلى المملكة والمشاورات المثمرة والمكثفة التي خضنا بها خلال هذه الزيارة وأشكره مرة أخرى على تواجده معنا